في هذا المجلس المعطاء المبارك المتجدد بالوصايا النافعات وإيقاظ القلوب والذكرة والفوائد المتنوعة وأسأل الله عز وجل أن يديم البركة في هذا المجلس وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء وأن يثقل به موازين الجميع يوم لقاء الله تبارك وتعالى والحديث معاشر الكرام هذه الليلة حديث عن الأخلاق وتحديداً عن الركائز التي تقوم عليها الأخلاق والحديث عن الأخلاق حديث واسع ومجالاته كثيرة ومتعددة لأن الخلق الكريم والأدب العظيم يصحب المسلم في كل مجالات حياته وفي جميع وظائفه الدينية والدنيوية وجميع تعاملاته فهناك آداب مع الوالدين وآداب مع الجيران وآداب مع من يتعامل معهم المرء وآداب في البيع والشراء وآداب في العبادات آداب للمساجد تلاوة القرآن إلى غير ذلك من آداب الشريعة وأخلاقها العظيمة والعلماء رحمهم الله تعالى كتبوا في هذا الباب كتبات واسعة جدا في بيان الخلق وعظيم شأنه ومكانته العلية في حياة المسلم وكما أشرت الحديث عن الخلق في الشريعة وفي هدي الإسلام حديث واسع لكن ما هي الركائز التي يقوم عليها الخلق وتكون جماع أمره وما رد نصوصه وأدلته إليها وجدت نقلا في تقدير عظيم النفع كبير الفائدة في كتاب جامع العلوم الحكم لبن رجب رحمه الله تعالى نقل عن أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني الذي يلقب بمالك الصغير صاحب المقدمة في الاعتقاد المشهورة مقدمة الرسالة وهو إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم عرف بمكانته العلمية وتحقيقاته النافعة نقل عنه ابن رجب الحنب لرحمه الله أن جماعة أحاديث الأخلاق تتفرع وترجع إلى أربعة أحاديث أربعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن طلب منه أن يوصيه بوصية جامعة قال لا تغضب والحديث الرابع قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه فهذه الأحاديث الأربعة كما يقرر الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى تجمع القلق كله بجميع مجالاته وجميع أحاديث الأخلاق والآداب في مردها ومرجعها ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة وهذا يتطلب أن نتأمل في هذه الأحاديث لننظر كيف أنها استوعبت الخلق كله وكيف أن جميع أحاديث الأخلاق والآداب ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة تحديدا وكيف أن هذه الأحاديث جمعت الخلق كله والأدب أجمع ومن المعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلوات الله والسلام عليه وجميع الأحاديث الأربعة التي ذكرها ابن أبي زيد القيرواني من جوامع كلم نبينا عليه الصلاة والسلام ولهذا فإن الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين والذي التزم فيه أن يجمع الأحاديث التي وصفها العلماء بأنها جوامع الكلم التزم ذلك في كتابه أورد هذه الأحاديث الأربعة كلها في كتابه هذه الأحاديث الأربعة كلها أوردها في كتابه فهي من جوامع الكلم في هذا الباب العظيم باب الخلق والأدب لكن السؤال الذي يطرح نفسه كما يقال في هذا الموضع كيف انتظمت هذه الأحاديث الأربعة الأخلاق كلها واستوعبتها وكيف أن جميع أحاديث الآداب راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة هذا أمر جديد بالتأمل والنظر وتأملت في هذه الأحاديث الأربعة في وجه كون أحاديث الأداب والأخلاق كلها راجعة إليها فتبين لي والله أعلم أن الأخلاق تقوم على أربعة ركائز وهذه الركائز الأربعة اجتمعت في هذه الأحاديث كل حديث منها دل على واحدة ومدار الأخلاق كلها ترجع إلى هذه الركائز الأربعة بمعنى أن هذه الركائز الأربعة إذا وجدت في العبد انتظمت أخلاقه وحسنت آدابه وطابت معاملاته وسلم من الرعونات والأمور المناثية للخلق والأدب والخلل الذي يصل إلى المرء في خلقه وأدبه راجع إلى نقص في شيء من هذه الركائز التي دلت عليها هذه الأحاديث الأربعة وأفصلها بعض الشيء أما الركيزة الأولى في صلاح الخلق واستقامة الأدب أن يعمل المرء على صلاح قلبه وسلامته من الغل والحقد والحسد والضغاء ونحو ذلك من أمراض القلوب والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الأول من هذه الأحاديث الأربعة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأفاد ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلق والأدب أن يكون المرء يحب لأخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير وانظر إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ومن المتقرر عند أهل العلم أن الإيمان لا ينفى إلا بترك واجب أو فعل محرم فأفاد قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أن محبتك لأخيك المسلم ما تحب لنفسك واجب ديني أوجبه الله عليك ولهذا نفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بحق من لا يحب لأخي ما يحب لنفسه مما يدل على أن محبتك لأخيك المسلم ما تحب لنفسك هذا هذا واجب ديني أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك أن تحب له ما تحب لنفسك وهذا يعد ركيزة عظيمة جدا يقوم عليها الخلق إذا كان المرء في سريرته وقلبه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه فإن هذه المحبة الصادقة تولد عنده حسن التعامل معهم لأنه إذا كان يحب لهم ما يحب لنفسه فلن يأتي إليهم من التعاملات إلا ما يحب أن يؤتى إليهم من التعامل وأن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك فإذا وجدت هذه الركيزة في قلبه يحب لأخوانه المسلمين ما يحب لنفسه بلا ريب هذا يولد فيه معاملة لأخوانه المسلمين نظير المعاملة التي يحب أن يعامل هو بها لما قام في قلبه من محبة صادقة لأخوانه المسلمين مثل ما يحب لنفسه من الخير فتبين فتبين بهذا أن أعظم ركيزة يقوم عليها القلب استقامة أعظم ركيزة يقوم عليها الخلق استقامة القلب بمحبته الخير للمسلمين لا يحب لهم الشر لا ينطوي على غل وحقد وحسد وضغاء وأشياء من هذا القبيل بل هو قلب سليم تجاه إخوانه المسلمين لا يكون لهم إلا الخير ومحبة الخير والعمل على إيصال الخير لهم أما الركيزة الثانية فهي إصلاح اللسان وصيانته ولا يمكن أن يكون خلوقا ذا أدب إلا من يصون لسانه وفي الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالركيزة الثانية من ركائز الأخلاق التي عليها يقوم الخلق سيانة اللسان وحفظه ومعلوم أن آداب الشريعة تنقسم إلى قسمين آداب قولية وآداب فعلية وأن تتأتى للمرء آداب الشريعة القولية إذا لم يصن لسانه ثم إنه إن لم يصن لسانه جنى على بقية جوارحه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتقل لها فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا فمن كان لسانه معوجا غيرا منضبط ليس مزموما بزمام الشريعة كيف يتأتى منه أن يكون ذا خلق رفيع وأدب عال ولهذا من أساسيات صلاح الأخلاق وجمال الآداب أن يصون المرء لسانه وأن يعد كلامه من عمله ومن عد كلامه من عمله استقام لسانه وصلح بإذن الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فيه تنبيه إلى الطريقة المثلى في صيانة اللسان وهي أن يكون من المرء قبل أن يتحدث نظر فيما سيتحدث به لأن الكلمة قبل أن تتكلم بها تملكها وأما إذا تكلمت بها فإنها تملكك وتتحمل تبعاتها ففي هذا الحديث إرشاد إلى تأمل الكلام والنظر فيه قبل أن يتكلم فليقل خيرا أو ليصمت متى يتهيأ للمرء أن يقول الخير أو يصمت عن الشر إذا كان لا ينظر في كلامه ولا يتأمل فيه قبل أن يتكلم خيراً فهذا تكلم لا حرج فليقل خيراً هذا خير تبين لك أنه خير لا شر فيه تكلم به ولا حرج والقسم الثاني من الكلام يتبين لك أنه شر لخير فيه فالواجب عدم التكلم بشيء من ذلك والقسم الثالث يشتبه عليك تريد أن تتكلم بالكلام لكنه يشتبه عليك لا تدري تماماً هل هو من الخير أو من الشر فطبق في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن خير لك أن تمنع هذا النوع من الكلام حتى يسلم لك دينك ويسلم لك عرضك كما قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لدينه أي بينه وبين الله وعرضه أي بينه وبين الناس فإذا حصلت من العبد هذه الصيانة والرعاية للسانه كان ذلك ركيزة عظيمة لحسن خلقه وجمال أدبه أما من كان لسانه منفلتاً غير منضبط معوجاً غير مستقيم أن والحالة هذه أن يستقيم له خلق أو ينتظم له أدب الركيزة الثالثة من ركائز حسن الخلق والأدب البعد عن رعونات النفس النفس فيها رعونة فيها اندفاع وهذا مقام يحتاج من الإنسان الذي يريد لنفسه الخلق الفاضل والأدب الكامل أن لا ينساق مع رعونات النفس النفس تأتي عليها طوارئ تأتي عليها مواقف تحدث في النفس انفعالات إن تصرف مع هذه الانفعالات التي ثارت في نفسه لا ينضبط خلقه ولا يستقيم تعامله وإلى هذه الركيزة جاءت الإشارة في الحديث الثالث وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يجمع له الوصية قال لا تغضب فكرر على النبي صلى الله عليه وسلم مرارا يقول أوصني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب يقول هذا الصحابي راوي الحديث فتأملت في الغضب فوجدت أنه جماع الشر تأملت في الغضب فوجدت أنه جماع الشر وفعلا عندما تنظر الخلل الذي يقع في كثير من الناس في أدبهم وخلقهم وتعاملاتهم كثير منه يأتي في فورة الغضب يأتي في فورة الغضب تأتي معاملات سيئة تأتي ألفاظ نابية تأتي كلمات قدرة تأتي أيضا تعديات باليد وغير ذلك أخلاق كثيرة جدا سيئة للغاية تكون في فورة الغضب والسبب أنه إنساق مع رعونات النفس والغضب من يتعاطى معه في تعاملاته القولية أو الفعلية يجني على نفسه وعلى غيره لأنه عندما يتعاطى تعاملات قولية أو فعلية وهو غضبان ستكون تلك التعاملات القولية والفعلية خارج عن نطاق الخلق والأدب ومن أبلغ ما وصف به الغضب قول أحد المتقدمين الغضب أوله جنون وآخره ندم فهذا الذي يتصرف وقت جنون بفورة غضبه لن تنضبط منه تعاملات ولا أيضا كلمات ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أرشد الغضبان أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان إلى أمرين أحدهم يتعلق بالكلام والثاني يتعلق بالأفعال أما ما يتعلق بالكلام فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم فليسكت ليسكت أي ليمتنع عن الكلام كله لأن الكلام في وقت الغضب غير منضبط غير متزن إذا غضب أحدكم فليسكت يعني ليمنع نفسه من الكلام تماما هذا ما يتعلق بالكلام وما يتعلق بالفعال قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صح عن إذا غضب أحدكم قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليجلس فإن سكن غضبه إلا فليطجع هذا الجلوس هذا الجلوس ثم الاطجاع لم يسكن الغضب حتى لا يتعاطى الإنسان مع هذه الرعونة التي أصبحت قد اكتسبتها النفس بسبب الغضب الذي تولد تولد فيها فالتعامل لن يكون مستقيما لن يكون منضبطا وقرأ في حياة الناس اقرأ في كثير من حوادث اقرأ في كثير من الأمور التي في السجون اقرأ في كثير من حوادث القتل العدوان اقرأ في كثير من الأمور كلها في هذه اللحظة يتعاطى تعاملا في فورة غضبه اذكر قديما رأيته شخصا في المستشفى مع ابنه اربع سنوات ويد الصغير هذا مملوعة يده مملوعة ما يستطيع فقلت لوالده سلمات قال والله الغضب الغضب ما في خير قلت خير ان شاء الله قال نايم اربع سنوات قال نايم واقول له قم انبه ما يقوم وشديته مع يده وملعت هذا مثله كثير جدا مثله كثير يعني في وقاع الناس وتعاملاتهم في البيوت وخارج البيوت وفي المدارس وتعاملات مثل الأساتذة أو غيرهم كلها تأتي كثير منها في هذه الرعونة رعونة النفس رعونة النفس والتعاطي في تعاملات القولية أو الفعلية مع هذه الرعونة التي في النفس ولهذا من أعظم الركائز المهمة في باب الأدب والخلق أن لا يتعاطي الإنسان مع رعونة نفسه إذا أصيبت بشيء من الرعونة ولا سيما بسبب الغضب يهدأ يهدأ يرتاح لا يتكلم ولا يباشر أي شيء من الأعمال يهدأ بعد الهدوء سيجد أنه إن تكلم فكلامه من ضبط وإن فعله أيضا فعله من ضبط الأمر الرابع من ركائز الأخلاق البعد عن الفضول فضول الكلام وفضول النظر وفضول السماع هذا الفضول يجعل الإنسان سيء الخلق الفضول يجعل الإنسان سيء الخلق وكثيرا ما يورط الإنسان فضوله في أمور ليست من الخلق في شيء ولا من الأدب في شيء وهذه الركيزة إليها الإشارة في حديث النبي الرابع في هذه الحديث في قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والمراد بتركه ما لا يعنيه أي بأصل الشرع لا بميولات النفس فالشريعة هدبت المرء وبيّنت ما يعني المرء وما لا يعنيه فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا يدخل نفسه في أمور اللي لا تعنيه لا بالنظر ولا بالسماع ولا بالكلام ولا بغير ذلك فهذا الفضول فضول النظر أو فضول السماع وفضول الكلام يجر على الإنسان أمور كثيرة جدا تتنافى مع الخلق الفاضل والأدب الكريم وقدّل لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أن الترك لما جاءت الشريعة بالأمر بتركه معدود في عمل المرء الصالح معدود في عمل المرء الصالح من جملة أعمال المرء الصالح التي يثيبه الله عليها يوم القيامة ترك ما أمره الله بتركه وقوله تركه ما لا يعنيه هذا يدخل تحته كل التروك التي جاءت الشريعة بالنهي عنها والمنع منها والتحذير من فعلها وأن ذلك من حسن إسلام المرء عد ذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عليه إسلاما بل عده من حسن إسلام المرء وقوله من حسن إسلام المرء هذا يدل على التفاضل بين أهل الإسلام في خصال الإسلام وأنهم ليسوا في خصاله على درجة واحدة ولهذا قال العلماء الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى الإنسان في نفسه يجد أحيانا في مراحل أو في أيام من أيامه إيمانه بالزياد ويعلم أسباب زيادته وأيضا يجد من نفسه في بعض أيامه إيمانه في نقص ويعلم أيضا أسباب نقصه والحاصل أن هذه الأحاديث الأربعة عظيمة جدا عظيمة جدا في هذا الباب باب الأخلاق وهي جمعت الخلق كله والأدب أجمعه فنسأل الله عز وجل الذي من علينا بمدارسة هذه الأحاديث ومذاكرتها أن يهيأ لنا من أمرنا رشدا وأن يعيننا على التحلي بهذه الأخلاق وأن لا يكون حظنا من هذه الأحاديث مجرد سماعها نسأل الله عز وجل أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلاه وأن يصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلاه وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب وقبل أن أختم قبل أن أختم أشير إلى بعض الأمور لا أطيل فيها الأمر الأول أنطلق فيه من ما سمعناه من آيات تلاها الإبن الكريم وفقه الله قول الله عز وجل في أثناء آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي لدعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه جاءت في وسط آيات الصيام لأن قبلها في الصيام وبعدها أيضا في الصيام وهذا يدل على أن لشهر رمضان المبارك خصوصية بالدعاء وللدعاء فيه مكانة عظيمة جدا ونحن ولله الحمد على مشارف دخول هذا الشهر لم يبقى عليه إلا أيام قلائل ويدخل هذا الشهر الكريم والموسم المبارك العظيم موسم الخيرات والبركات قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقى في كل ليلة من رمضان فهو شهر خيرات وبركات فنسأل الله الكريم بمنه وكرمه وفضله أن يبلغنا أجمعين رمضان وأن يغنمنا خيراته وبركاته وأن يرزقنا حسن صيامه وحسن قيامه إيماناً واحتساباً على الوجه الذي يرضيه عنا الأمر الثاني مما أشير إليه ما يتعلق بليلة النصف من شعبان ما يتعلق بليلة النصف من شعبان ولا أطيل في ذلك لكن أشير إلى أن لكن أشير إلى أن الإمام الشيخ بن باز رحمة الله عليه له رسالة قيمة ونافعة جداً تتعلق بليلة النصف من شعبان وهي مطبوعة مفردة ومطبوعة أيضاً في ضمن مجموع فتاواه رحمه الله تعالى وهذه الرسالة بدأها رحمه الله تعالى بمقدمة أكد فيها على أهمية التقيد بسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام والحذر من البدع وأن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ثم بيّن رحمه الله تعالى أنه لم يدل دليل صحيح ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على مشروعية قيام ليلة النص من شعبان ولا على مشروعية صيام يوم النص من شعبان وما يروى في ذلك لا يثبت عن النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه ونقل رحمه الله تعالى نقلات عديدة عن أهل العلم في أنه لم يثبت حديث صحيح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في فضل قيام ليلة النص من شعبان أو فضل صيام يوم النص من شعبان وأن ما يروى من أحاديث في ذلك ليس شيء منها يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وبيّن أن الاحتفال الذي يفعله بعض الناس لهذه المناسبة ليلة النص من شعبان بدعة لا أصل لها في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا في هدي صحابته الكرام وفصل رحمه الله ما يتعلق بهذه الليلة تفصيلا نافعا في رسالة أفردها بهذا العنوان حكم الاحتفال بليلة النص من شعبان الأمر الثالث مما أشير إليه في خاتمة هذا الحديث أن مما ينبغي معاشر الكرام أن نتواص عليه وأن نحرص عليه كثرة الدعاء لا سيما في أوقاتنا هذه أن يجنب الله سبحانه وتعالى المسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم تعودوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقالوا رضي الله عنهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويبتلى الناس بفتن تكدر عليهم صف وأمنهم وأمانهم وعافيتهم وسلامتهم وتجرع عليهم أعداء دينهم ف لا عاصمة إلا اللجوء إلى الله لا عاصمة إلا اللجوء إلى الله وسؤاله وطلبه وسبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناداه فنسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسن وصفاته العليا أن يمن علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والعافية والمعافات ونسأله تبارك وتعالى أن يعيدنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسن وصفاتك العليا أن ترد كيد من أراد بأمننا وأماننا سوءا في نحره وأن تجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط عداد أبناءه وطلاب طلابه لكن أكذا كان الأمر وأسأل الله العفو والعافية وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا إنه تبارك وتعالى سميع قريب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا ومحمد وآله وصحبه